بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ درسي اليوم في مادة الجغرافية المشكلات البيئية في الأردن سوف نتعرف في هذا الدرس على عديد من النتاجات إن شاء الله تتحقق معكم بعد دراسة هذا الدرس سوف نوضح أسباب ظهور هذه المشكلات ثم ما هي هذه المشكلات ونفسرها ونقترح حلولا لها في البداية نريد أن نعرض أسباب ظهور مشكلات بيئية في الأردن كما ترين عزيزة الطالبة أسباب ظهور مشكلات البيئية في الأردن هي أن عدد السكان في تزايد مستمر مثل ما ذكرنا في مادة الجغرافية سابقا تغير نمط الحياة ونوعية الحياة من الريف إلى المدينة أدى إلى ظهور مشكلات بيئية كبيرة استنزاف الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل كبير جدا ننتقل إلى أبرز المشكلات البيئية في الأردن النفايات الصلبة التصحر شح المياه أو قلته تلوث الهواء ومشكلة الطاقة سوف نتعرف وإياكم على كل مشكلة على حدى في البداية نتعرف على مشكلة النفايات الصلبة طبعا النفايات الصلبة هي النفايات التي تنتج عن الإنسان بعد استخدامه لبعض مواد مثل القمامة التي نخرجها كل يوم من المنازلنا هذه النفايات هي السبب الأساسي والرئيسي في تلوث البيئة طبعا متى تكون كذلك عندما لا نستخدم طريقة مناسبة للتخلص منها لدينا في الأردن هنا في مشكلة اسمها إدارة النفايات الصلبة يعني ما عنا طريقة سليمة بإنه كيف نتخلص من هاي النفايات ننتقل مع بعضنا البعض لإنه نحكي إنه النفايات هاي بلغت نسبة كبيرة وفي منها 60% من النفايات العدوية ننتقل مع بعض إلى المشكلة الأخرى ليه التصحر التصحر اللي هو تحول أراضي الزراعية إلى صحراء أو فقدان الأرض لقدرتها الزراعية الإنتاجية في الأردن خسر في العقود الثلاثة الماضية يعني في الثلاثين عام الماضيين خسرنا من نسبة 25% من نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وهي أصلا بالأردن عندنا زي ما تعرفنا سابقا في مواد أخرى إنها أصلا قليلة الأراضي الصالحة للزراعة شو أسباب التصحر في الأردن؟ طبعا تناقص كميات الأمطار انجراف التربة وارتفاع درجة الحرارة والجفاف كل هاي الأشياء قدت إلى أن تتحول أراضي الزراعية إلى صحراء طبعا هنا من نتعرف على مفهوم التعارية تعرفنا عن الفصل الأول سادس اللي هو تآكل التربة الزراعية ونقلها بفعل عملية الرياح والمياه تآكل يعني حد شح المياه وهي المشكل الثالثة اللي يعاني منها الأردن لقلة المياه طبعا الأردن تعتبر من أكثر دول العالم اللي تعاني نقصا بالمياه لأنه أصلا عندنا نقص في مصادر المياه الموجودة عندنا بالأردن حد الفقر المائي يا سادس على مستوى العالم 500 متر مكعب للشخص في السنة عندنا بالأردن تخلصت حصة الفرد حتى 120 متر مكعب يعني طلعي قديش الفرق ما بين الحد الفقر المائي وإحنا إحنا تحته طبعا هذا الشيء كله بسبب الطلب المتزايد على المياه وبالتالي أدى ذلك إلى استنزاف الأحواض المائية الجوفية مما قلل من حصة الفرد في المياه ننتقل سواء إلى الموضوع الرابع عندنا اللي هي المشكلة الرابعة اللي هو تلوث الهواء درسنا في الدرس الماضي أنواع التلوث إحنا عندنا بالأردن أبرز مشكلة أو أبرز تلوث موجود عندنا بالأردن هو تلوث الهواء اللي هو انبعاث مادة ملوثة إلى طبقات الجو مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات وأيضا حتى العمارات أو المباني شو هي الأسباب الرئيسية اللي بتلوث الهواء في الأردن يا سادس؟ في عنا ذرات الغبار العالقة الموجود بالهواء اللي بسبب العواصف الترابية في عنا الغازات المنبعثة من الصناعات الاستخراجية والتحويلية وحرق النفايات الصناعات الاستخراجية اللي هي اللي نستخرج مثلا البوتاس التحويلين حول مادة من مادة إلى مادة جديدة مثل الدواء مصفات البترول المصانع الفوسفات والإسمنت هؤلاء كلهم بطلعوا غازات بتأدي إلى تلوث الهواء ومن ثم الغازات المنبعثة من المركبات وسائل النقل وزي ما احنا عارفين زادوا الناس وزادت وسائل النقل مستخدمة بعض الصور ناتجة عن أو التي تنتج تلوث في الهواء ننتقل يا سادس لمشكلة الطاقة درستنا سابقا أنه زادت عدد السكان مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة طبعا زادت استهلاك الطاقة لأغراض الصناعة والأغراض المنزلية بسبب تسارع النمو السكاني والاقتصادي هذا الإشي كله أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة حسنا الأردن باستورد 96% من حاجة طاقة فتم عمل بعض الإجراءات للتقليل من كمية الاستيراد الكبيرة هاي لأمامك يا سادس أول حال توجه الأردن إلى استغلال الطاقة المتجدد النظيفة مثل طاقة الرياح وطاقة الشمس ثم تطوير تقنية استخلاص الطاقة من الصخر الزيتي الصخر الزيتي يا سادس هو عبارة عن صخر موجود بكميات كبيرة في الأردن في المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية منهم والأردن يصنف على مستوى العالم بأنه صاحب رابع أكبر مخزون من الصخر الزيتي يمكن جديد علينا الصخر الزيتي الصخر الزيتي هو صخر نستخرج منه البترول وبالتالي نستخدمه في أمور الطاقة طبعا هذا الصخر نستخرج منه كميات كبيرة من البترول لأنه أصلا رطوبته قليلة ننتقل مع بعض يا سادس لمشكلة هاي طبعا صورة عندنا بسيطة قبل ما ننتقل لأنواع الطاقة المتجددة اللي ممكن نستغلها شو في عنا حلول يا سادس ممكن نقترحها لهاي المشكلات البيئية الموجودة عندنا بالأردن في عنا أول مشكلة أول حل اللي هو استغلال أراضي القابلة للزراعة الغير قابلة للزراعة لأغراض السكن والاقتصاد ما ربني على أراضي زراعية حمرة تربة حمرة رائع جيد للزراعة بس عشان نسكن ونكون قريبين مركز المدينة نسكن في مناطق أراضيها غير قابل للزراعة بحيث نستغلها للسكن والاقتصاد تحسين وسائل إعادة التدوير خاصة في داخل المنشآت الصناعية استخدام تقنيات بيئية حديثة للتقريب من نسب الغازات المنبعثة يعني نركب مثلا فلاتر بتقنيات عالي لتنقية هذا الغاز الخارج من المصنع أو من المركبة طبعا في عنا أنه نبحث عن مصادر جديدة للمياه في عنا زراعة نباتات يمكن يمكنها التكيف في بيئات مختلفة فيها كلها عبارة عن حلول مقترحة بعد دراسة هذا الدرس في مفهومين إحنا حكيناهم بشكل سريع بدنا نثبتهم عنا يريد نثبتهم يا سادس على الدفتر الطاقة النظيفة هي الطاقة المستمدة من الشمس والرياح ولا تترك أي أثر سلبي في البيئة يعني لا تلوث البيئة النفايات الصلبة هي مخلفات الإنسان من المواد المختلفة الآن على ورقة جانبية أو على دفترك يفضل على دفترك الجغرافية السادس اقترحي حلولا لترشيد استهلاك الطاقة يريد قبل ما تمشي بالفيديو توقف الفيديو هنا وتقترحي حلول على ورقة أو على دفتر الجغرافية وبعدين تقارنيها باللي أمامك على الشاشة اللي هي الحلول اللي ممكن نستخدمها لترشيد استهلاك الطاقة اطفاء مصابيح الإنارة عندها مغادرة الغرفة بس نضو الغرف اللي احنا موجدين فيها نستخدم مصابيح طاقة الموفرة للطاقة نفتح الستائر حتى الشمس تفوت على الغرفة ونقلل من استخدام المصابيح في عنا استخدام أجهزة حتى تحس الحركة يعني بس لما يكون في حركة بالغرفة تضوي ولما ما يكون في حركة تضفي الحفاظ على مصابيح الإنارة نظيفة واستخدام مصابيح ذات قدرة منخفضة في الأمكان التي يكثر تردد إليها يعني في المكان اللي بيكون عايشين فيه أو بتكون الحياة فيه فعاليات أكثر إنه نستخدم مصابيح قدرتها منخفضة والفولتات تبعوتها قليلاً ترجمة نانسي قنقر